نشتهد ونثابر نعمل ونحاكي مهنة المستقبل نسأل من كان بها أدرى من لا يخفي عنا سر كنت طبيبا أو نجارة صائغ ذهب أو حجارة أو علم فلك في المرصد بستانيا يبذر يحصد سائس خيل أو بخارة لاعب سرك أو طيارة أيا كانت هذه المهنة فاخذوا سر المهنة منها وتعالوا نقفوا ونتأمل في مهن للمستقبل مرحبا اسمي شون عمري 11 عاما أعشق صيد السمك إنه شغافي أصطاد سمك منذ صغر واليوم سألتقي كلود على متن قارب مهنة صياد السمك الملاح تتفاوت بحسب حجم القارب وتقنيات الصيد المتبعة بعض صيادين مثل كلود يعملون بشكل يدوي على قاربهم الخاص بينما البعض الآخر يعملون على متن سفن صيد صناعية صباح الخير شون أنا كلود أهلا بك على متن قاربي ألم تتعب من الاستيقاظ مبكرا؟ لا لا بأس الآن سنبدأ بالصيد مستعد؟ كلود صياد سمك في البحر المتوسط يبحر يوميا إلا في حال حدوث عواصفة كبيرة يمارس ما نسميه بالصيد المحدود ولا يبتعد عن الشاطئ ولا يبقى في البحر أكثر من يوم واحد أتصطاد دوما في نفس المكان؟ كل شيء يعتمد على حالة الطقس اليوم لا يمكننا أن نبتعد لأن الطقس ليس جميلا لذا سنبقى هنا لأننا بمن أغاني الرياح في الأماكن المختلفة أتصطاد أسماكا مختلفة؟ أجل بالطبع هنا نصطاد أسماكا لا تعيش إلا هنا إذا ابتعدنا قليلا من هنا نجد المرجانة والقارب هل هناك أماكن يوجد فيها سمك أكثر من أماكن أخرى؟ أجل ربما لكن صيد السمك يعتمد قليلا على الخط فهم يجب أن نبحث عن السمك أينما كانت والآن سنقوم برمي الشباك ولاحقا سنرى إن كان هناك السمك سنرى إن كان الصيد وافيرا أم لا أعمل أن يكون وافيرا أعمل ذلك أيضا كم من الوقت نترك الشبكة في الماء؟ هذه الشبكة لنتركها لمدة طويلة حوالي ساعة ونصف أو ساعتين وعندما يطل النهار نقوم بسحبها الشباك المخصصة لصيد الكاركند نتركها أكثر من يوم لكي يعلق السمك بداخلها ويأتي الكاركند لأكله أترى كيف نقوم بذلك؟ هيا خذ مكاني لا تضع رجلك عليها أترى كيف يمكنك ذلك؟ أحسنت نحتاج لنصف ساعة لنشر الشبكة على أكثر من كيلومتر ثم يعود القارب إلى المرفأ ليكون بمأمن من الأمواج إنها الثامنة صباحا كلود واشون يعملني منذ رابعة فجرا لكن وقت الاستراحة يأتي بعد توضيب وصيانة عدة الصيد الشباك حساسة للغاية يجب الانتباه كي لا نمشي عليها ونفسدها لأنه إذا حدث فقب في الشبكة يمكن للسمك أن يمر عبره وأن يهرب الصيد الوفير وبهذه الطريقة يضيع عملنا سودا منذ متى وأنت تصطاد السمك؟ أيجب أن تتبع دراسة معينة؟ اليوم يجب على المرء أن يتابع دراسته أما في السابق فلم يكن ذلك ضروريا أنا أصطاد منذ عشرين عاما ما هي حسنات وسيئات مهنتك؟ الحسنات عندما نصطاد الكثير من الأسماع والسيئات عندما لا نصطاد أتراه هناك ثقب؟ كيف نصلح؟ تصليحه يستغرق وقتا طويلا لذا يجب أن نقوم بذلك عندما يكون التقصر ديئا ونصلح كل الثقوب يدويا بالإبرة إذن الصياد يجب أن يجيد الخياطة قليلا أيضا؟ بالطبع يجب أن نقوم بكل شيء على متن القارب كأعمال الميكانيك والصيانة والتنظيف يجب أن يكون كل شيء كاملا إنه أجمل وقت في اليوم إنه وقت الفطور ألا تحب الفطور؟ أجل أتريد قطعة؟ أجل تفضل شكرا ما مواصفات الصياد الماهر؟ الصياد الماهر هو الذي يستيقظه باكرا كل صباح ويذهب للصيد بانتظام كل يوم إن أمكن وأن يقوم بصيانة الشبكة والمعدات جيدا هل أنت صياد ماهر؟ يجب أن أكون صيادا ماهرا لأنني أحب البحر وأحب مهنة أيضا وكما تعرف أنا لا أحب الشبكة المثقوبة نعود إلى مكان الصيد لرفع الشبكة عادة يصطاد كلود حوالي ثمانين كيلو جراما من السمك يوميا إنه يصطاد السمك ويحب أيضا صيد القشريات ما هي أجمل ذكرى عن الصيد بالنسبة لك؟ استياد مائة وثلاثة وثمانين كيلو جراما من الكركاند واو هذا كثير آه أجل ما هذا؟ إنها سمكة البوغو أجل استطعت أسماك أكبر منها بصنارة الصيد حقا؟ أجل أسماكا كهذه أتريد أن تصحب الشبك؟ تعال جرب أجل والطبع تعال وحاول حاول فك هذا هيا هذا سهل أمسك السمكة من رأسها بالنسبة إلى شون لا يبدو الأمر سهلا أتظن أن الصيد كان وفيراً أم أنك تصد أكثر عادة؟ اليوم الصيد ليس وفيراً عادة نصدد أكثر أصبحت الساعة العاشرة ويجب العودة إلى المنزل في المرفأ ينتظر زبائن نيكلود سأخذ وزن السمك هل هذا جيد؟ لا بأس ما من مشكلة ما رأيك شون؟ هل أخبرتني كيف تقوم ببيع أسماكك؟ عندما أقود من البحر أقصد المطعم فأخذ السمكة الذي استطته ويأخذ المدير ما يريده والباقي أخذه إلى المسمكة هذه باختصار طريقة البيع هل أعجبتك النزهة في البحر؟ أجل أحببتها كثيراً خذ الأسماكة إلى المنزل لتحضر وجبتك المفضلة أخبرني ما هي وجبتك المفضلة؟ السمكة بالزبدة البيضاء إذن سوف تستمتع شكراً جزيلاً قبولاتي لك إلى اللقاء إلى اللقاء سنتطلع في الحال على رأي شون البحر وصيد السمك شغف منذ الصغر من الرائع أن يتمكن المرء من العيش من شيء يحبه لابد أنها متعبة للغاية لأنه يجب أن تستيقظ باكراً في الصباح لصيد السمك اليوم رفعت الشباك ورأيت أعداداً من السمك موجودة معاً إنها أسماك لم أكن أعرفها كان الأمر بالفعل بماثبتي كنز صباح الخير أنا أدعى لورا أحلم بأن أصبح مغنية أنا سعيدة لأنني سألتقي بمغنية حقيقية اليوم ستلتقي لور بميروسولافا وهي مغنية معروفة جداً في أمريكا الوسطى وتغني في فرنسا منذ خمس سنوات مرحباً مرحباً أنت لور الصغيرة التي تريد أن تصبح مغنية؟ أجل ميروسولافا مغنية محترفة منذ أكثر من عشرين سنة بدأت بعملها في أمريكا الوسطى أحيت الحفلات وقامت بعدة جولات وأيضاً لديها استوانة وشاركت في برنامج أوروفيزون كما كانت مساعدة مدريب الغناء عند مادونا وجينيفر لوبيز اليوم هي أيضاً أستاذة في الغناء وهي الآن تدريب عدداً من النجوم فلنعش مع ميروسولافا كيف أصبحت مغنية؟ بدأت في سن المبكرة في السابعة عشر من عمري كنت في أوركسترا معروفة في أمريكا الوسطى فغنيت خلف مغنين معروفين من بعدها أطلقت استوانتي الأولى ومن ثم أسست فرقة غنائية وهكذا صنعت اسماً لي قفي قبالتي ستنفخين تنفسي هكذا تعطي ميروسولافا دروساً في الغناء اليوم لور هي من ضمن التلامذة ونبدأ بعمل المغنين الدائم التنفس لكي نغني جيداً علينا أن نتنفس جيداً هذا هو التمرين الأول التمرين الثاني هو التنغيم لتمرين الصوت افتح فامكي يجب أن تشعر بالصوت يخرج من هنا حسناً لنجرب هذه التمرين علينا القيام بها مرة في اليوم حين نكون مغنين محترفين إنه عمل صعب جداً من أصعب الأعمال التي يمكن أن تقوم بها لكنه أيضاً من أجملها لما هذا العمل صعب؟ إنه صعب لأنه ما من شيء مضمون لن يكون لديك مكافأة مؤكدة من الممكن أن يعجب أحداً ما ومن الممكن أن لا يعجبه وأنت؟ لماذا تريدين أن تصبح مغنية؟ لأنني أعشق الغناء أحبه منذ أن كنت صغيرة هل تغنين الآن؟ نعم أنا أشارك في كورال لهذا أحب الغناء منذ كنت صغيرة وإن تمكنت من تحقيق ما أحب سأكون سعيدة سأتي إلى جانبك هذا القسم يخص رينو موسيقى أعتقد أننا نولد مع موهبة يمكن أن تكون موهبة لغات، فنون، رسم موهبة كانت هي الصوت حين كنت في الثالثة عشر والرابعة عشر من عمري كنت أغني بشكل جيد وكنت أعرف ما الذي سأصبح عليه ما رأيك في برنامج مثل ستار أكاديمي أو بوب ستار الذي يشارك فيه الهواء؟ هذا يختلف الغناء ليس بواسطة هذه البرامج فقط ولكن هذه فرصة كبيرة لدى الشباب في يومنا هذا ولكن هذه البرامج لا تضمن بأنك ستغنين طوال حياتك ويكون لديك مهنة رائعة والآن حان دور لور عليها أن تغني وحدها اقتربي أكثر من المايكروفون لا بأس سنكمل ما النصائح التي تقدمينها لي؟ إن أردت أن تصبح مغنية محترفة لا تتوقفي أبداً خذي خبرة من الآخرين وخذي دروساً خذي برأي المحترفين ومن ثم خذي برأي الجمهور قومي بالكثير من الحفلات والمسابقات ولا توقف التعلم من الآخرين جيد حسناً، بالنسبة إليك الآن مسألة خوف فقط لأنك لست معتادة على الغناء بالمايكروفون من ملاحظاتي أيضاً، لحظت لديك التنفس عليك أن تتمرني بشكل جيد على تقنية التنفس وعلى الحركة التي سوف تأتي معها لور، لدي هدية لك لا أعرف، إن كنت تعرفين فرقة نجوم البوب هذه وقعوا لك على استوانتهم شكراً لورا الجميلة، قبولاتنا أنجيل، ماري لور، أليكس، بوكي أوفيلي شكراً، سررت بالتعرف إليك كنت سعيدة جداً بلقائك إلى اللقاء ننهي الحلقة حالاً مع لورا أنا أحب الغناء وحين نكون مغنين نقوم بهذا 100% ونقوم بالكثير من التمارين وهذا أمر رائع في هذه المهنة يجب أن نعمل كثيراً وهناك الكثير من المنافسين دائماً نكون قريبين من الجمهور ونصبح مشهورين في العالم وهذا أمر مدهش وأحبه مرحباً أدعى مارغو عمري 11 عاماً وحلمياً أصبح علمة آثار أنا سعيدة جداً لأن جويل علم الآثار يدعاني إلى ورشة عمل وهو هناك الآن لاكتشاف أسرار علم الآثار يظن علماء الآثاري أن هذا الموقع كان يسكنه الإنسان منذ أكثر من ألفين سنة ويبحثون في الأرض لإيجاد أي أثر مرحباً مارغو أنا جويل علم آثار مسرور جداً بلقائك شعور متبادر سنعرف اليوم ما نسميه تشخيص علم الآثار إنها عملية تهدف لمعرفة إن كان هناك أثر لحياة إنسانية هنا أم لا سوف نبدأ جويل علم آثار منذ ثماني سنوات لقد قضى أكثر من أربعة آلاف ساعة بحث أحضرت لك خودة شكراً حسناً هيا بنا انتبهي إلى الدرجات إنها عالية سأساعدك شكراً لك سأعطيك هذه الأداء ما سنقوم به الآن تحديد القطع هذا يساعدنا على معرفة تتابع الطبقات الجيولوجية لنعرف لأي وقت تعود هذه نستعمل الأدات هكذا انظر إلي نشد صوبنا لنقلب لون التربة أرأيتي؟ إن هذا سهل حسناً سأحاول هيا إنها قطعة خشب صغيرة أرأيت الفحم هنا؟ هناك عدة احتمالات لوجوده هنا إما لأن رجلاً ما قد أشعله في وقت ما وقد نقله النهر إلى هنا أو أنه فحم بسبب حريق طبيعي أحياناً يدلنا هذا الأمر على نشاط لوجود الإنسان هنا مارغو نحن هنا في منطقة حيث يوجد آثار تم اكتشافها من قبل سأطلب منك أن تكملي ولكن استعمل المسطرين المسطرين هو آلة مملسة تناسب البحث الدقيق نبحث بتقليب التربة لا أعتقد أننا سنجد شيئاً اليوم لا لا تخافي سنجد شيئاً ما ولكن يستغرق ذلك وقتاً وبعد لحظات انظر شيء ما هنا إنك تقومين باكتشافك الأول أدى هذا أيضاً يبدو أنها عظمة قلت عظمة؟ أجل وكيف عرفتي؟ لقد ميزتها من شكلها احفري حول الرأس ثم استعملي الفرشاة من الممكن أن يكون إنسان من العصر الحجري لا أعرف بالضبط ماذا لكن هذا جيد إن كان إنساناً من العصر الحجري بحد ذاته يمكنك أن تأخذه ولكن على مهل لأنه من الممكن أن يكون هشاً قم بهذا على مهل رائع هذا اكتشافك الأول لا تنزع الترابة من داخلها فهذا خطأ فنحن ننزع الترابة عندما نغسلها في المختبر فهذا عملنا بعد البحث أخذها للتعرف على الوجه الآخر لعلم الآثار وهو العمل في المختبر ماذا يجب أن ندرس لنصبح علمي الآثار؟ عليك النجاح بالبكالوريا العلمية حتى تتمكن من الدخول إلى الجامعة لتدرس علم الآثار في المختبر سيكتشف علماء الآثار طبيعة وأصل العظمة التي وجدتها مارغو إذن سنغسلها بالمياه ونستعمل فرشاة أسنان قديمة بالطبع أمل هذا من أجل أصحابها تغرقين القطعة بالماء ومن ثم تفرقين بهدوء بطريقة تنزع بقايا التراب المعلق على القطعة شيئا فشيئا سنتمكن من قراءة مزايا القطعة حين كنت في عمري أردت أن تكون علم آثار؟ شخصيا إنه شغفي منذ كنت صغيرا أحببتها حين قرأت قصص رهان حول العصر الحجري وأنا أحببت بالذات تلك الحقبة أجل معك حق هذا رائع ما هي المزايا المهمة إن أردت أن أصبح علمة آثار؟ علم الآثار هو شغف ليس فقط أن نأتي عند الساعة الثامنة ونذهب في الخامسة إنه قبل كل شيء عمل صبر من حين إلى آخر تقومين بتشخيص يدوم عدة أسابيع ولا تحصلين على أي شيء ولا يكون لديك أي نتيجة والآن يجب أن نجفف القطعة برأيك ما هي هذه القطعة؟ في الواقع يبدو لي أن هذه العظمة هي عظمة بشرية وبالتحديد عظمة صاق القصبة الكبرى؟ كلا أعتقد أنها عظمة الفخذ لأن القصبة الكبرى لديها جزء مثلث بينما هذه دائرية هذه عظمة فخذ من البلاستيك كما ترين هناك تشابه كبير بين العظمة الأثرية وهذه البلاستيكية وتأكدت من هذه الحبة عندما ندعوها بنتوء الموجودة وراء عظمة الفخذ منذ أن كنا في الورشة تأكدت أنها عظمة بشرية والآن انظر إليها جيدا حسنا حسنا اقتنعتي لنختم هذا اليوم ولتجيعك على متابعة بحثك حول علم الآثار قررت إعطائك شيئاً أولاً قرص مدمج عن علم الآثار شكراً شكراً لك ننهي الحلقة فوراً مع مارغو ما أحببته هو عند اكتشاف العظمة وأنا أحفر في الأرض لم أكن أتوقع هذا أبداً كانت مفاجأة لي الأمر الذي لم أحببه أبداً هو أن رجلي كانت تا تبردان وأنا أحفر كل هذه الأمور القديمة التي نغسلها أعطتني الرغبة أكثر أجد هذا رائعاً أحببت حين وجدت أمر كهذا بسرعة لقد كان إنجازاً بالنسبة لي صباح الخير أدعى أدلين عمري أحد عشر عاماً وأود أن أصبح أخصائية تجميل تعالوا برفقتي سالفيا أخصائية تجميل أجرت سالفيا خمسمائة وستين عملية معالجة للوجه واليوم سترافقها أدلين لتتعلم منها صباح الخير أنا سيلبيا تريدين أن تصبح أخصائية تجميل؟ أجل سأقترح عليك هناك زبونة في الغرفة سنقدم لها العديد من العلاجات وأنت ستساعدينني على مستوى أرنبتي الأنف البشرة جافة بعض الشيء على صعيد الجبين سنقوم بمعالجة لترطيب البشرة وأولاً نبدأ بإزالة المكياج عن البشرة أزيل المكياج عن البشرة بهذه الطريقة بالاتجاه الخارجي هكذا كيف أصبحت أخصائية تجميل؟ لطالما أحببت مواد التجميل والمكياج والعطور وفي عمر الرابع عشر استحبتني أمي إلى أخصائية التجميل وفي ذلك الحين أردت مزاولة هذه المهنة سننتقل إلى التصميغ إذ يؤدي إلى إزالة الخلايا الميتة وإلى تلطيف البشرة والآن سنستعمل آلة على البخار سنضعها على مستوى الوجه مما يؤدي إلى تمدد مسام البشرة لإزالة الرؤوس السوداء سنتركها لحوالي عشر دقائق فهم والآن سنستخرج الرؤوس السوداء يجب أن تضغطي قليلاً بين إصبعيك لإخراج الرؤوس السوداء غالباً تكون موجودة على مستوى الأنف والذقن والجبين في الواقع لا أنجح في ذلك صحيح إن هذا ليس سهلاً وليس لديها الكثير كما أننا لن نؤلمها كثيراً يمكنك أن تعملي بيديك هكذا أي نوع معالجة تفضلين؟ أحب كثيراً علاجات الوجه وبخاصة ما تقومين به أحب التدليك أنا أيضاً أحب التدليك نحن الآن في الحجرة المخصصة لعلاجات الجسم هنا نقوم بعمليات التدليك لا يجب أن أقول التدليك بل قولبة لأن التدليك يقوم به المدلكون الطبيون نحن نقوم بقولبة للاسترخاء والنحافة نعمل مع أشخاص يتمتعون بصحة جيدة كم شخصاً تقريباً تستقبلين في اليوم؟ بمعدل خمسة إلى سبعة أشخاص تقريباً وما هي العلاجات الأكثر طلباً؟ هنا نجري العديد من علاجات الوجه والجسم في أماكن أخرى فإن عمليات إزالة الشعر هي الطاغية أليس من المتعب تدليك الناس؟ يمكن لذلك أن يكون متعباً لكن مع الخبرة تكتشفين وضعيات جيدة يجب أن تشغلي كامل جسمك لكي يكون الثقل على مستوى يديك مناطق التشنج موجودة دائماً ويمكنك العمل من خلال التدليكات كما يمكنك أن تفرك بشكل دائري ثم تدلكين على مستوى العمود الفقاري ثم تعودين إلى الساعدين أفرك يديك وادهني على الظهر ما هي مواصفات أخصائية التجميل الجيدة؟ أخصائية التجميل الجيدة يجب أن تكون لائقة المظهر والابتسام على وجهها ويجب أن تحب التعامل مع الزبائن كما يجب أن تجيد الانخراط مع الفريق يمكننا أيضاً استعمال أدوات لعملية التدليك الآن سنستعمل طابتين انظري، تساعد على إراحة الظهر هل يمكننا تدليك جميع أجزاء الجسم؟ يمكنك تدليك الساقين والقدمين يمكنك اعتماد تقنيات تخفيضية لتنشيط الدورة الدموية ويمكنك اعتماد تقنيات للتنحيف هنا مثلاً في الأعلى سنعتمد تقنيات تفيد للاسترخاء سنضع الآن المكياج ويجب أن ننتبه كثيراً إلى ما تطلبه الزبون مننا يجب أن نختار الألوان بناءً على الملابس ولون البشرة والعينين والشعر هذه من أساسيات المكياج هل يجب أن تطلع على التقنيات الجديدة والمكياج الجديد؟ هل هذا مفيد في مهنتك هذه؟ أجل بالطبع، لأنك عندما تعملين لمركة معينة هناك دائماً مواد جديدة وعلاجات جديدة عليك تحديث مهاراتك انتهينا، آمل أنك أمضيت نهاراً جيداً وتعلمت أموراً جيداً أجل، وبخاصة أحببت التدليق أقدم لك كريماً للجسم وطابتين وبذلك يمكنك التمر على التدليق في منزلك شكراً إليك قبلة كبيرة إلى اللقاء إلى اللقاء والآن سنتطلع على رأي أدلين من الجيد أن نجمل الناس لأن ذلك يروق لهم يجب على المريء أن يتمتع بقوة في يديه لأن تدليك عشرة أشخاص متعب بما أننا نقوم بالعديد من العلاجات في اليوم، أظن أنه لا يجب أن نشعر بالملل ترجمة نانسي قنقر